أشهد أن لا إله إلا الله أيها الأحبة في الله لا يمكن أن يكون العلم نعمة ولا يمكن أن يكون خيرا على العبد في دينه ودنياه وآخرته إلا إذا رزق الأدب مع الله والأدب حق واجب على الطالب قبل الطلب ويكفي أن الله سبحانه وتعالى لما أراد لما كلم عبده وحبيبه وصفيه موسى عليه السلام الذي ألقى عليه محبة منه واصطفاه واجتباه لحمد الرسالة وأداء الأمانة قال له سبحانه اخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري اخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اخلعن عليك أدب المكان إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أدب الحديث إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدي قبل أن يوحي إليه بالتوحيد أمره بأدب العلم الأدب طريق للفوز بالرحمة في الدنيا والآخرة الأدب مكارم الأخلاق وفضائلها التي يترفع المسلم بها عن الرذائل ويسمو إلى قمم الفضائل وما أجمل العلم إذا جمل حامله وتجمل وجمله ربه بالآداب في الأقوال والأعمال والظاهر والباطن فقبل أن نطلب العلم قبل أن نجلس في مجالسه ننظر إلى نصوص الكتاب والسنة التي أدب الله بها خلقه فليس هناك أدب أعظم من أدبه سبحانه وتعالى أول هذه الآداب وأعظمها وأحقها بالعناية هو الأدب مع الله لأنك تريد أن تحمل رسالة الله فينبغي عليك أن توطن نفسك بأن لا يرى الله منك إلا خيرا ولا يسمع منك إلا ذكرا وبرا قد هيؤوك لأمر لأفطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل فأعظم الأدب أن يخلص لله سبحانه وتعالى والإخلاص هو الصفاء والنقاء من الشوائب هذا العلم الصفاه الله للآخرة واصطفى أهله للآخرة فهم أعرف الناس بالله وأصدقهم في معاملتهم لله فالإخلاص هو أساس الدين وحبله المتين قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه أن تخرج إلى مجالس العلم وليس في قلبك إلا الله وأن تجلس في مجالس العلم وليس في قلبك إلا الله وأن تستمع إلى العلم وتكتبه وأنت لا تريد إلا ما عند الله عز وجل والإخلاص أن يكون السبب الباعث على طلبك للعلم هو الله سبحانه وتعالى وأن تريد ما عند الله سبحانه وتعالى تتمنى أنك تتعلم هذا العلم ولا يراك أحد ولا يسمع بك أحد فأنت أبعد ما تكون عن الرياء وعن السمعة تخاف على هذا القلب أن ينصرف منه شيء إلى غير الله عز وجل وتستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراك وأنت تطلب العلم تخلطه بحظوظ الدنيا فالله طيب لا يقبل إلا طيبا اللهم طيب أقوالنا وأعمالنا وسرائرنا وظواهرنا بالإخلاص لوجهك إذا أخلصت لله فتح الله في وجهك أبواب رحمته ويسر لك الخير حيث ما كنت إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وليس هناك خير تغيبه القلوب أعظم من إرادة وجه علام الغيوب سبحانه وتعالى هذا الحق العظيم ينبغي لطالب العلم أن لا يمل من سماعه ولا يسأم من التذكير به يحب في كل ساعة من يقرع قلبه بهذا الحق الذي هو أعظم الحقوق وأوجبها وأكدها قال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه سيقف العبد بين يدي الله ويسأله الله عن آيات القرآن وأحكامه وعن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكامها ماذا قال بنها وبماذا عمل ثم يسأل عن أعظم الحقوق هل أراد بذلك وجه الله أو أراد شيئا سواه فنسأل الله أن يعيننا وأن يخلصنا من حقه وهو على كل شيء قدير أعظم ما يعين على الإخلاص الدعاء أن تسأل الله دائما أن يجعلك من المخلصين لأنك تسأل الله أن يجعلك طيبا حيا وميتا فلا تطيب القلوب والقوالب بشيء أعظم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى فعلى المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن ينتبه لأمر النية ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون أمر النية حتى قال سفيان رحمه الله قال سفيان بن عد الله الثوري رحمه الله ما وجدت أشد علي من نية إنها تتقلب عليه ما وجدت شيئا أشد علي من نية إنها تتقلب عليه فدائما ينتبه الموفق في طلبه لهذا الأصل العظيم وليتذكر أنه مسؤول أمام الله عنه فيكثر أولا من الدعاء وسؤال الله أن يجعله من المخلصين والله كريم لا يرد سائله أما الأمر الثاني مما يعين على الإخلاص أن يتذكر عبد الآخرة وأن هذا العلم سيكون له نورا في قبره ونورا له وحجة له في حشره في حال وقوفه بين يدي ربه ونورا له على الصراط ورفعة له في الدرجة في الجنات فيجتهد فهذا مما يعين على الاجتهاد في أداء هذا الحق العظيم وليس هناك شيء يعين على الإخلاص بعد الدعاء أعظم من ذكر الآخرة فذكرها فيه الخير الكثير وهو الذي يحيي الله به القلوب أما الأمر الثالث أن يتذكر العبد أنه يتاجر مع الله وأن التجارة مع الله رابحة وليست بخاسرة وأن الجزاء عند الله عظيم وأنه إذا قال لله وعمل لله وطلب لوجه الله وعمل بعلمه وعلم أن الله يعظم أجره ويثقل في موازين الآخرة ثوابه فهذا مما يعين على الإخلاص كذلك مما يعين على الإخلاص في العلم أخذ العلم عن أهله الذين ورثوا الخشية والذين يتأثر العبد بأقوالهم وأعمالهم من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فيقرأ سيرتهم العطرة ومواقفهم الجميلة الجليلة النظرة التي أخلصوا فيها لربهم وليعتبر بمن مضى فينظر كيف بقيت كتبهم وبقيت علومهم ومعارفهم ينتفع بها الناس وكيف أصبحوا يذكرون بالجميل بعد أن أذنوا بالرحيل والانتقال من هذه الدنيا إلى الله العظيم الجليل فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر